بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أهلا وسهلا ومرحبا للرائعين والرائعات من أبنائه وابنات الصف الثالث الابتدائي أسعد بلقياكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم ودراسات الإسلامية قسم القرآن الكريم إذن المرحلة الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية قسم القرآن الكريم وموضوع الدرس سورة المعارج من الآية الحادية عشر إلى الآية الثانية والعشرين وإلى أهداف درسنا أولا أن يطبق الطالب أو الطالبة أهداف التلاوة من الطهارة والاستعاذة والبسملة وتحسين الصوت أيضا أن يقرأ الطالب أو الطالبة الآيات من الآية الأولى وحتى الآية العاشرة في الدرس الماضي قراءة صحيحة يتقنها لا يتجاوزها إلا وقد أتقن هذا المقطع أيضا أن ينطق الطالب أو الطالبة الكريمات التالية نطقا صحيحا يبصرونهم ببنيه تؤويه هلوعة أيضا أن يستخرج الطالب أو الطالبة التنوين ويبين نوعه هناك أداب لأستماع القرآن الكريم نحن دائما عندما نقرأ أو عندما نأخذ درسا فإننا ننظر إليه في المصحف وأيضا نستمع للقارئ سواء كان قارئا من القراء أو كان المعلم أو غير ذلك فهناك أداب لاستماع القرآن الكريم من هذه الأداب أولا عدم مقاطعة القارئ للقرآن الكريم إلا لأمر ضروري فلا نقاطع الذي يقرأ القرآن الكريم وإنما ننصد ونستمع له أيضا الاستماع وحسن الإنصات أيضا الإقبال على سماع القرآن وعدم التشاغل هذه الأمور هي من أداب الاستماع للقرآن الكريم لا شك أنكم قد تطهرتم قبل بدء الدرس وتوضعتم كما تتوضع هذا الشاب لأن الله عز وجل يقول عن كتابه الكريم لا يمسه إلا المطهرون وأحضرتم مصاحفكم أليس كذلك؟ وتوجهتم للمكان المناسب البعيد عن التشويش والإزعاج والضوضاء وبما أنكم قد أتقنتم تلاوة الآيات السابقة من سورة المعارج من الآية الأولى وحتى الآية العاشرة دعونا الآن نستمع لهذه دعونا نستمع لهذه الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما أجمل هذا الحماس ما أجمل هذا التنافس ما شاء الله تبارك الله أشكركم على هذا الحرص وعلى هذا التنافس أما الآن سنختار بعض الكلمات من المقطع السابق نريد أن نتعرف على معانيها أو عفوا نريد أن نقرأها قراءة صحيحة انظروا لهذا التنوين أولا نريد أن نتعرف على التنوين التنوين انظروا هنا 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 التنوين عبارة عن ماذا؟ التنوين عبارة عن ماذا؟ أحسنتم عبارة عن فتحتين أو ضمتين أو كسرتين أحسنتم متى يثبت التروين؟ هل يثبت في حال الوقف أم في حال الوصل؟ في حال الوصل أحسنتم انظروا هنا بعض الكلمات لا نريد أن نقرأ للجميع وإنما بعض الكلمات يبصرونهم رددوا معي يبصرونهم يبصرونهم انظروا إلى هذه الكلمة حاولوا أن تقرؤوها ومع الانتباء للحرف المشدد يود يود أحسنتم انظروا هنا لو يفتدي لو يفتدي رددوا معي لو يفتدي لو يفتدي انظروا هنا ببنيه 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 انظروا هنا تؤويه 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 انظروا هنا لضاء 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 رددوا لضاء للشواء 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 لاحظتم تشديد لحرف الشا الشا المشددة أو الشين الش الش للش للشواء فأوعى 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 هلوعى هلوعى منوعى منوعى انظروا هنا هذه الكلمة كيف نقرأها لاحظوا الكسر هنا يوم يومئذ يومئذ ببني يومئذ وتختلف عن يومئذ التي قرأناها في سورة المرسلات إذن هنا يومئذ يومئذ أحسنتم مبارك الله فيكم أما الآن فسنستمع لتلاوة الآيات مع التركيز والإنصات لنال من ربنا الأجور والحسنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين ما شاء الله ما أجمل هذا التفاعل وهذا الحرص كتب الله أجركم ووفقكم وأسعدكم كعادتنا دائما نقرأ الآيات قراءة فردية ثم بعد ذلك نقرأ القراءة الترديدية التي تعودنا عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الآن القراءة الترديدية رددوا معي الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين أعيدها يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين أعيدها أعيدها يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي لو يفتدي من عذاب يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين شكرا شكرا لكم على هذه المتابعة أيها الرائعون والرائعات أما الآن فسنستمع لتلاوة الآيات مع التركيز والإنصاط لننهال من ربنا الأجور والحسنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين ما شاء الله عليكم أسأل الله أن يوفقكم وأن يثيبكم على حسن إنصاتكم لكتاب الله ربي وربكم نقرأ نختم بهذه الآيات سنقرأها مرة واحدة قراءة ترددية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين أحسنتم وبرك الله فيكم شكرا لأدبكم شكرا لاستمائكم شكرا لذوقكم وفقكم الله وأسعدكم ألقاكم بإذن الله تعالى في درس جديد وأنتم ونحن في صحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة